إن كنت تعاني من حساسية في الأنف أو العين، ينصحك خبراء بتناول اللبن الزبادي، بحسب ما توصلت إليه دراسة أمريكية. الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة فندربيلت استندت إلى تحليل 23 دراسة سابقة، شملت نحو 1900 شخص، أكدت نتائجها أن اللبن الزبادي يساعد على تخفيف حدة العطس المتواصل، وألام التهابات الأنف التحسسية والعيون بشكل أقوى مما تعرف بحبوب الوهم. البكتيريا النافعة الموجودة في اللبن الزبادي تؤثر إيجاباً على نشاط الخلايا اللنفية في خلايا الدم البيضاء. بحسب ما فسره، باحثون أكدوا أن هذه البكتيريا تلعب دوراً أساسياً في تقوية الجهاز المناعي ضد الحساسية. حساسية حم القش أو حبوب اللقاح تصيب واحداً من كل خمسة أشخاص بحسب بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ولتقليل حدتها ينصح بتعديل بيئة المنزل كاستخدام وسائد بحشو صناعي وعدم تغطية أرضية المنزل بالسجاد، واستخدام منق للهواء حنين موصلي العربية.